دلوقتي مشاهدين معدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لمية تفضلي لمية أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى استعدادا لموسم الزراعة الشتوية ولتحقيق أيضا أعلى معدل ممكن من الإنتاج من مساحة الرقعة الزراعية العملاقة الجاري استصلاحها على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناولى متابعة تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي والستصلاح الأراضي خاصة في منطقتين التشكة بجنوب الوادي ومشروع مستقبل مصر في إطار الدلت الجديدة تتواصل اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 لليوم الثالث وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء وفي اليوم الثاني وخلال جلثة وصيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسة المنافسة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تحرص على زيادة مساهمة القطاع الخاص بكل نواحي الاقتصاد كما أكد مدبولي أن الدولة تواجه تحديا كبيرا وهو الزيادة السكانية دعا الاتحاد الأوروبي إلى وضع أهداف طموحة لمواجهة تغير المناخ خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كوب 27 والمقرر عقده بشرم الشيخ الشهر المقبل وأكد الاتحاد في بيان تبناه وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في لوكسنبورغ أن الطموح العالمي يجب أن يتعزز بشكل كبير لعدم التفريط في أهداف اتفاق باريسا والمتمثلة في الحد من زيادة درجة حرارة الأرض اتهمت روسيا مجددا أوكرانيا بأنها بصدد تصنيع قنبلة إشعاعية وأعلن الجيش الروسي أن تصنيع الأوكرانيين لتلك القنبلة قد دخل مرحلته النهائية وإثر مشاورات أجرها وزيري الدفاع الأمريكية لويد أوستين والبريطاني بين والس أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبورغ أن الحلفاء في حلف الناتو يرفضون الاتهامات الروسية وأكيدين على أن روسيا ألا تستخدم هذا الأمر زريعة لتصعيد النزاع في أوكرانيا أعلن داونينج ستريت أن الملك ريتشورد الثالث سيستقبل اليوم ريشي سوناك الفائز برئاسة حزب المحافظين لتسميته رسميا رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة وفي أول تصريح له بعد اختياره لمنصبه الجديد تعهد سوناك بتحقيق الاستقرار والوحدة في المملكة المتحدة مشيرا إلى أن بلاده تواجه تحديا اقتصاديا صعبا تشهد الكرة الأرضية اليوم كسوفا جزئيا للشمس وأوضح المعهد القومي للبحث الفلكية أن كسوف الشمس سيرى في القاهرة في مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشر ظهرا تقريبا وستكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريبا حيث يغطي قرص القمر نحو 37.7% من قرص الشمس وأوضح المعهد أن الكسوف الجزئي سينتهي في القاهرة في الساعة الثانية وستة عشر دقيقة تقريبا مشاهدينا انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل